اهلا بكم سنة تلتة اعدادي ومعانا النهاردة الوحدة الربعة في التاريخ واول درس فيها بعنوان الحياة النيابية والحزبية ودور المرأة في العمل الوطني طيب يعني ايه بقى العنوان الطويل والصعب ده اقولك يلا نتكلم عن كلمة كلمة في العنوان بالنسبة لكلمة الحياة النيابية يعني ايه اقولك يعني شوية ناس انا وانت بنخترهم علشان يعملوا شوية حاجات مكاني انا وانت طيب هي ايه الحاجات اللي هيعملوها نيابة عني انا وانت دي قالك تلت حاجات اول حاجة ادارة شؤون الحكم في البلاد ادارة شؤون الحكم ايوة تاني حاجة سن القوانين الناس اللي انا وانت مختارينهم دول هيحطوا قوانين كل الناس هتمشى عليها طيب ايه كمان قال لك برضو الناس اللي أنا وإنت اخترناهم دول هيرقبوا أعمال الحكومة هيرقبوا الحكومة ويشوفوا كل حاجة بتعملها يبقى الحياة النيابية تعرفها أقول لك قيام الشعب بانتخاب ممثلين يعني أنا وإنت بننتخب شوية ناس قلنا ليه؟ قلنا عشان ثلاث حاجات لإدارة شؤون الحكم في البلاد وسن القوانين ومراقبة أعمال الحكومة نيابة عنه يعني نيابة عني وعنك يبقى ده تعريف الحياة النيابية والتعريف ده هتلاقيه في وشك في كل امتحاب يبقى تعريف الحياة النيابية أقول له قيام الشعب بانتخاب ممثلين يعني الشعب بانتخب شوية ناس علشان يعملوا ثلاث حاجات إدارة شؤون الحكم في البلاد وسن القوانين ومراقبة أعمال الحكومة نيابة عنه طيب السؤال هنا الحياة النيابية في مصر من إمتى؟ وإزاي اتطورت لحد ما وصلت للشكل الحال اللي احنا موجودين في الوقت قالك إن تطور الحياة النيابية في مصر مر بعدة مراحل كم مرحلة يعني؟ قالك تلات مراحل تلات مراحل أيوة يبقى أول ما تشوف كلمة تطور الحياة النيابية في مصر يبقى يجي في دماغك إنها مرت بكم مرحلة؟ تلاتة طيب إيه هم التلات مراحل؟ أقول لك فاكر الاحتلال البريطاني لمصر كان سنة كم؟ آه كان سنة 1882 قبلها بقى دي اسمها مرحلة ما قبل الاحتلال البريطاني يبقى أول مرحلة مرحلة ما قبل الاحتلال البريطاني تاني مرحلة اللي هي بتاعت الاحتلال البريطاني نفسه يعني مرحلة عصر الاحتلال البريطاني طيب الاحتلال البريطاني انتهى امتى اقول له انتهى لما صور الثلاثة وعشرين يوليو قامت عام الف تسعمية تنين وخمسين واعملنا اتفاقية الجلاء والناس دول مش وصابوا مصر يبقى تالت مرحلة هقول له مرحلة ما بعد صور الثلاثة وعشرين يوليو عام الف تسعمية تنين وخمسين مش مرحلة ما بعد الاحتلال البريطاني لا مرحلة ما بعد صور الثلاثة وعشرين يوليو عام الف تسعمية تنين وخمسين يبقى اول ما شوف كلمة تطور الحياة النيابية هيجي في بالي كم مرحلة تلاتة مرحلة ما قبل الاحتلال البريطاني ومرحلة عصر الاحتلال البريطاني ومرحلة ما بعد صورة 23 يوليو عام 1952 طيب قالك كل مرحلة من دول فيها حكتين فيها حكتين ايوة طيب يلا نتكلم عن مرحلة ما قبل الاحتلال البريطاني قالك في المرحلة دي كان فيها شوية مجالس نيابية بس كانت سورية لا سلطة لها يعني ايه سورية لا سلطة لها؟ يعني شكلية يعني بس بياخدوا رأيهم مش اكتر طيب في الفترة دي هنتكلم عن مين ومين اقولك مين اشهر شخصيتين في الترمي الاول؟ اقوله محمد علي والخدوة اسماعيل يبقى مرحلة ما قبل الاحتلال البريطاني هنتكلم عن عصر مين وعصر مين؟ عصر محمد علي وعصر الخدوة اسماعيل عايز بقى اعرف المجالس اللي تعملت هنا وهنا اقوله بالنسبة لمحمد علي عمل مجلسين مجلس المشورة والمجلس العالي والمجالس دي كانت برضو استشارية لسلطة لها يعني كان بياخد رأيهم بس طيب الخدوة اسماعيل عمل مجلس اسمه مجلس شورى النواب يبقى انا كده عرفت ان كل مرحلة من الثلاث مراحل عندي فيها حكتين بالنسبة الاول مرحلة اللي هي مرحلة ما قبل الاحتلال البريطاني كان فيها عدة مجالس نيابية بس كانت سورية لا سلطة لها طيب في المرحلة دي هنتكلم عن عصر مين وعصر مين اقوله في عصر محمد علي وعصر الخدوة اسماعيل عصر محمد علي عمل مجلس المشورة والمجلس العالي والمجالس دي استشارية ملهاش اي سلطة طيب الخدوة اسماعيل عمل مجلس واحد اسمه مجلس شورى النواب لو فاكر كانت سنة 1866 طيب مش فاكر السنة مش مشكلة المهم عمل مجلس شورى النواب طيب تاني مرحلة بقى اللي هي مرحلة عصر الاحتلال البريطاني انت قلتلي كل مرحلة فيها حكتين قالك بقى تاني مرحلة دي هنقسمها برضو الحكتين مرحلة اولى ومرحلة تانية ازاي؟ قالك الاحتلال البريطاني ده قاعد في مصر فترة كبيرة جدا مش احنا قاعد يجا 74 سنة اوه قالك اللي 74 سنة هنقسمهم على مرحلة اولى ومرحلة تانية يعني مثلا المرحلة الاولى من ساعة ما بريطانيا احتلت مصر سنة 1882 لحد ما الحرب العالمية الاولى بدأت سنة 1914 يبقى المرحلة الاولى في مرحلة عصر الاحتلال البريطاني في تطور الحياة النيابية هتبقى من امتى الامتى هقوله من ساعة بريطانيا ما احتلت مصر سنة 82 لحد ما الحرب العالمية الاولى قامت سنة 1914 طيب ايه اللي حصل في المرحلة الاولى اقوله بريطانيا سنة 1883 يعني بعد ما احتلت مصر بسنة واحدة اول حاجة قامت عاملة مجلسين استشاريين يعني مجلسين ياخدوا رأيهم بس واحد اسمه مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية الكلام ده امتى تاني سنة احتلوا فيها مصر يعني سنة 1883 يبقى كان فيه مجلسين استشاريين مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية طيب قبل بقى الحرب العالمية الاولى ما تبدأ عام 1914 بسنة يعني سنة 1913 تم انشاء الجمعية التشريعية من الاخر المرحلة الاولى فيها كان مجلس ثلاثة مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية والجمعية التشريعية طيب المرحلة التانية من امتى الامتى اكيد طبعا من بعد الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الاولى خلصانة عام 1918 قالك لا ابدأ من سنة 1923 لحد ما قامت صورة 23 يوليو عام 1952 طيب السؤال هنا المرحلة التانية ليه ما بدأتش من بعد الحرب العالمية الاولى مثلا عام 1918 وبدأت من سنة 1923 اقولك لان في المرحلة دي صدر دستور عام 1923 والدستور ده كان فيه حاجات مهمة جدا زي حرية تكوين الاحزاب السياسية الدستور ده كان فيه حرية ان اللي عايز يعمل احزاب يعمل طيب وايه كمان في الدستور ده قالك انشاء برلمان يمثل السلطة التشريعية يعني برلمان هو اللي هيحط القوانين اللي هتمشي على الكل طب استنى هنا انت قعد تقولي دستور واعد تقولي برلمان هو ايه الدستور ده و ايه البرلمان ده الدستور ده كتعريف الوثيقة الرسمية اللي بتحدد نظام الحكم في الدولة يعني حاجة بتقولك النظام في الدولة دي ماشي ازاي كل واحد ايه اللي له وايه اللي عليه يبقى الدستور اقوله الوثيقة الرسمية اللي بتحدد نظام الحكم في الدولة وبتحدد لي شكله اختصاصات المؤسسات الدستورية المختلفة يعني مثلا لو عايز اعرف رئيس الدولة والحكومة واي حاجة في الدولة لها ايه وعليها ايه افتح الدستور وبص فيه لانه هو الوثيقة الرسمية اللي بتحدد نظام الحكم في الدولة هل بقى النظام ده نظام جمهوري ولا نظام ملكي اي نظام مش فرقة المهم يبقى في دستور بيحدد النظام ده وبيحدد لي كمان شكل واختصاصات المؤسسات الدستورية المختلفة يعني بيحدد شكل كل مؤسسة بتحكم في البلد يبقى ده تعريف الدستور ومهم جدا يبقى الدستور هو الوثيقة الرسمية التي تحدد نظام الحكم في الدولة وبتحدد شكل واختصاصات المؤسسات الدستورية المختلفة التعريف ده مهم اقولك مهم طيب انا كده عرفت كلمة الدستور طب ايه كلمة برلمان دي بقى اقولك البرلمان يطلق على المجالس النيابية يعني ايه المجالس النيابية عارف انت مش احنا كل فترة كده بينزل ناس انتخابات وننتخبهم ويبقوا اسمهم في مجلس الشعب هو اسمه مجلس النواب عموما اه ده بقى اسمه البرلمان يطلق على المجالس النيابية المجالس اللي انا وانت اخترنا ناس تنوب عننا فيها فسمناها المجالس النيابية نيابة عني وعنك يبقى يطلق على المجالس النيابية المجالس دي بتتولى ايه؟ اقوله تتولى السلطة التشريعية في الدولة البرلمان ده هو اللي بيحط القوانين والتشريع اللي الدولة بتمشى عليه يبقى البرلمان يطلق على المجالس النيابية التي تتولى السلطة التشريعية في الدولة المهم بالنسبة للمرحلة التانية انا قلت من سنة 1923 لحد صورة 23 يوليو وليه بدأت من سنة 23 قلت علشان صدر دستور عام 1923 الدستور ده كان في كم حاجة حكتين اول حاجة حرية تكوين الاحزاب السياسية تاني حاجة انشاء برلمان قلنا بيمثل السلطة التشريعية يعني بيحط التشريع السؤال هنا البرلمان في الوقت ده كان مكون من ايه قالك كان فيه مجلسين مجلس نواب ومجلس شيوخ مجلس النواب ده زي اللي انا وانت بنقول عليه مجلس الشعب الوقتي ومجلس الشيوخ يعني زي مثلا مجلس الشورى كده بياخدوا رأيهم يبقى البرلمان اللي بيمثل السلطة التشريعية في دستور عام 1923 كان بيتكون من كم مجلس مجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ تاني بسرعة كده احنا في مرحلة عصر الاحتلال البريطاني قسمناها مرحلتين اولى وتانية الاولى من ساعة محتلونا لحد ما الحرب العالمية الاولى بدأت وكان فيها تلات مجالس مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية والجمعية التشريعية في المرحلة التانية هبدأ من سنة 1923 لحد صورة يوليو مقامة 1952 وبدأت بسنة 23 علشان صدر فيها دستور عام 1923 اللي نص على حكتين مهمين جدا حرية تكوين الاحزاب السياسية وانشاء برلمان يمثل السلطة التشريعية البرلمان بقى ده كان مكون من كم مجلس اقول له اتنين مجلس النواب ومجلس الشيوخ وعرفت تعريف الدستور والبرلمان والتعريفين دول مهمين جدا 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 هو وتعريف الحياة النيابي ندخل بقى على تالت مرحلة عندنا وهي مرحلة ما بعد صورة 23 يوليو عام 1952 قلنا برضو هتبقى فيها حكتين بس قبل ما تقول الحكتين اللي فيها هي الصورة دي لما قامت ألغت دستور كام اللي أنا لسه أيله الوقت عليه 1923 وكان فيه احزاب اه حلت الاحزاب السياسية والمعلومتين دول انا واخدهم في الدرس الاول في الترمي التاني يبقى صورة 23 يوليو قامت الصورة بحكتين إلغاء دستور 23 وحل الأحزاب السياسي طيب انت قلتلي المرحلة دي فيها حكتين أقولك هنتكلم عن عهد الرئيس جمال عبد الناصر وهنتكلم عن عهد الرئيس السادات أقولك في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وفي عهد الرئيس السادات هنا كان فيه دستور وهنا كان فيه دستور بس ده دستور عام 1956 واللي كان في عهد الرئيس السادات كان سنة 1971 يبقى تاني مرحلة ما بعد صورة 23 يوليو عندي فيها حاجتين عندي فيها عهد الرئيس جمال عبد الناصر وعهد الرئيس السادات طيب هنتكلم عن إيه في عهدهم هتكلم عن الدستور هنا والدستور هنا الدستور هنا كان الدستور كام 1956 والدستور اللي كان في عهد الرئيس السادات كام أقول له دستور عام 1971 طيب ده أول دستور لمصر بعد صور الثلاثة وعشرين يوليو يبقى لو سألك وقال لك أول دستور لمصر بعد صور الثلاثة وعشرين يوليو أقول له دستور عام 1956 ستة وخمسين. كان في عهد الرئيس مين? اقول له في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. طيب بالنسبة بقى لدستور سنة الف تسعمية واحد وسبعين اللي كان في عهد الرئيس السادات. اقول له ده اسم الدستور الدائم. اسم الدستور ايه? الدائم. طيب. يبقى انا كده عرفت الدستور اللي هنا واللي هنا. مطلوب مني اعرف ايه تاني? قالك مطلوب منك تعرف لي كل واحد نص على ايه? قالك بالنسبة لدستور عام الف وتسعمية 56 نص إن السلطة التشريعية هتكون في إيد مجلس منتخب يعني الشعب هينتخب شوية ناس يبقوا موجودين في المجلس ده المجلس ده كان اسمه مجلس الأمة اللي هو اسمه مجلس النواب حاليا إلا أنا وإنت بنقول عليه مجلس الشعب يبقى مجلس الشعب ده اسمه مجلس النواب بس في دستور 56 كان اسمه مجلس الأمة يبقى دستور 56 ده أول دستور لمصر بعد صورة 23 يوليو ونص على ايه اقول له نص على ان السلطة التشريعية هتكون في ايد مجلس منتخب اللي هو مجلس الامة اللي احنا بنسميه الوقتي مجلس النواب حاليا حلوة اوي طيب المجلس ده تعمل في تاني سنة بعد الدستور يعني سنة 1957 مش مشكلة طب بالنسبة بقى الدستور عام 1971 اللي هو الدستور الدائم بينص على ايه قالك اكد على ثلاث حاجات اكد على سيادة القانون يعني القانون هيتطبق على كل الناس تاني حاجة اكدلي على استقلال القضاء القضاء مستقل محدش يقدر يتدخل فيه تالت حاجة اكد على اقرار مبدأ التعددية الحزبية رجع تاني يبقى فيه احزاب يبقى الدستور الدائم اللي صدر في عهد الرئيس السادات عام 1971 اكد على كم حاجة تلاتة اول حاجة سيادة القانون تاني حاجة استقلال القضاء تالت حاجة اقرار مبادئ التعددية الحزبية طيب الحاجات دي مهمة اقولك مهمة جدا جدا ممكن يجيلي ويقول لي قارن بين دستور 56 ودستور 71 كل دستور من ده في عهد اي رئيس وكان بينص على ايه فلازم تحفظ لي هتقول له دستور 56 اللي كان في عهد الرئيس جمال عبد الناصر نص ان السلطة التشريعية هتكون في ايد مجلس منتخب اللي هو مجلس الامة اما الدستور الدائم اللي كان عام 1971 في عهد الرئيس السادات اكد على ثلاث حاجات سيادة القانون استقلال القضاء اقرار مبادئ التعددية الحزبية طيب فاكر لما خدنا حرب اكتوبر وخدنا اعداد الجبهة الداخلية قبل حرب اكتوبر خدنا فيها دستور كام خدنا فيها دستور عام 1971 71 يبقى كان دستور 71 كان من اجراءات تهيئة واعداد الجبهة الداخلية قبل حرب اكتوبر علشان ممكن يجيلك في الامتحان ويقولك ما العلاقة بين دستور عام 1971 او ممكن يقولك الدستور الدائم وبين حرب اكتوبر هقوله ان دستور عام 1971 ده كان من اجراءات تهيئة واعداد الجبهة الداخلية يعني من الحاجات اللي المصريين عملوها قبل ما يخشوا حرب اكتوبر طيب احنا كده اتكلمنا عن الحياة النيابية وعرفنا تعرفها وعرفنا التلات مراحل اللي تطورت فيه الحياة النيابية مرحلة ما قبل الاحتلال البريطاني واتكلمنا عن عصر محمد علي وعصر الخدوة اسماعيل وعرفنا كل واحد فيهم عمل مجالس ايه وتاني مرحلة مرحلة عصر الاحتلال البريطاني وقسمناها مرحلة اولى وتانية وعرفنا في المرحلة الاولى عملوا تلات مجالس مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية والجمعية التشريعية في المرحلة التانية باتكلم عن دستور اسمه دستور عام 1923 طيب في المرحلة التالتة اللي هي مرحلة ما بعد صورة 23 يوليو عام 1952 بقوله ان صورة 23 يوليو اول حاجة امت بيها انها لغت دستور 23 وحلت الاحزاب السياسية والمرحلة دي زيها زي اي مرحلة قبلها فاحكتين هنا فيها عهد الرئيس جمال عبد الناصر واول دستور لمصر بعد الصورة اللي هو دستور عام 1956 وتقوله بينص على ايه ولازم تحفظها وتاني حاجة عندي عهد الرئيس السادات ودستور عام 1971 اللي هو اسمه الدستور الدائم واكد على تلات حاجات لازم برضو تحفظها طيب افرد كده واحد سألني وقال لي انا عايز اعرف مين اللي بيحكم الوقت في مصر يعني ايه هي سلطات الحكم في مصر اقول له عندي اربع سلطات اربعة ازاي اقول له تعالى اول حاجة عندي رئيس الدولة عندي حاجة اسمها السلطة التشريعية عندي حاجة اسمها السلطة التنفيذية عندي حاجة اسمها السلطة القضائية يبقى سلطات الحكم في مصر كم سلطة اربعة رئيس الدولة السلطة التشريعية السلطة التنفيذية السلطة القضائية طيب انا عايز اعرف كل واحدة من دول اقول له تعالى عارف السلطة القضائية دي اه دي عبارة عن المحاكم بمختلف انواعها يعني اي محكمة بتخضع للسلطة القضائية ودي تعتبر سلطة مستقلة يبقى السلطة القضائية دي بتحتوي على المحاكم بمختلف انواعها طيب السلطة التشريعية دي يعني مين اللي بيحط التشريع يعني مين اللي بيحط القوانين وبيقول ده يمشي وده ما يمشيش اقول له مجلس النواب مجلس النواب اه اللي انا وانت بنقول عليه مجلس الشعب يعني الناس اللي أنا وانت بنختارهم علشان يدخلوا مجلس الشعب دول هم اللي بيحطوا القوانين وبيحطوا كل حاجة في البلد ايوه هم دول اللي مسؤولين عن كل حاجة في البلد طيب مجلس النواب يعني الناس اللي بتدخل مجلس النواب دول بيعودوا قد ايه اقوله بيعودوا خمس سنين ويحصل انتخابات تاني يبقى السلطة التشريعية اقوله مجلس النواب مدته خمس سنين طيب انت ليه سبتي لرئيس الدولة والسلطة التنفيذية أقول لك لأن رئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية يبقى رئيس الدولة إيه؟ أقول له رئيس السلطة التنفيذية طيب السلطة التنفيذية يعني السلطة اللي بتنفس كلام السلطة التشريعية أقول له ديت عندي حكتين الحكومة والإدارة المحلية يعني الحكومة مش بتحط قوانين؟ أقول لك لا الحكومة بتنفس كلام مجلس النواب اللي هو سلطة التشريعية وكمان معها الإدارة المحلية طيب الحكومة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن رئيس مجلس الوزراء وكمان النواب بتوع اللي بيعاونوه وكمان الوزراء بتوعه كل دول بسموهم الحكومة يبقى الحكومة عبارة عن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء بتوعه طيب الادارة المحلية دي عبارة عن ايه اقولك عارف المحافظ اه عارف الاجهزة التنفيذية والمجالس المحلية اللي عندك في القرية والمدينة اه دي اسمها الادارة المحلية يبقى الحكومة والإدارة المحلية دي سلطة تنفيذية مش تشريعية لأن السلطة التشريعية في ايد مجلس النواب اللي مدته خمس سنين وبعد خمس سنين بيحصل انتخابات طيب رئيس الدولة بقى أقول له ده رئيس السلطة التنفيذية مش التشريعية ويركز عشان لو جات لك صحة وغلط طيب السلطة القضائية دي بتشمل المحاكم بمختلف أنواعها وبكده نكون خلصنا نص الدرس بتاعنا وتكلمنا عن الحياة النيابية والحزبية ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن دور المرأة في العمل الوطني تحياتي ليكم مستر عطازكي شحطو